نذهب إلى شأن آخر مشاهدين الكرام وهو التعليم شهدت فترة ولاية الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014 طفرة هائلة في التعليم وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على أولوياته لهدف تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مداري سبع سنوات العديد من الإنجازات في قطاعات التعليم العام والفني ما سهم بشكل كبير في رفع تصديم مصر العالمي في مجال التعليم وفي هذا الصدد وضعت الدولة أيضا رؤية استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي حتى عام 2030 وهدفت الخطة إلى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية ويختص بجودة العملية التعليمية ككل وتكوين طالب قادر على الإبداع والابتكار ومواجبة سوق العمل وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز من خلال زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي ولجميع طبقات المجتمع وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تخريج طلاب قادرين على اقتناس فرص العمل بل وخلقها حتى تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة